بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتاب بيال لعيكم بخوندر كما رأينا فيما سابق إذا نتكلم عن كتاب بيال لعيكم بخوندر الذي يوافق تقريبا السنة الرابعة ابتدائي طبعا رأينا فيما سابق Birdsة نتلك السبب بخار to the sea الوصف غير ثلاثثي سنة مuatedك را في طلبانه رائ informations واقع دولENEV السنة الاطرسي ولكن ميشيل في لكيه الوقت للإستراء كي يتم بتغيسين السيعة المكنين الشيسان هاتو ميشيل ميشيل تذهبوني وليس لوهاتو ميشيل العديد من حقوق المنزل يطبع المنزل على المنزل ميشيل يتروند المنزل ميشيل يتذرة مر لأسر مر إلى مباشر التالية الودتي مأن المباشرة تذرة خل تعبت واشتري لديهم وارفاني و بحضن وقت يتجيب على المربوه و اليوم مجددا و مجددا و مجددا و يتجيب على الرجل ومجد عالبوه و الأشياء الثمال ومجد عالبوه و الأشياء الثمال وان تكون في حاجة الرجل أضاف سر بيرا وقامل صغيرا وليس بيرا كما نتكلمون على المحطة كما نتكلم عن المحطة كما نقول على ديفات البحر مصد على ديفات الشاتي cie وعند قد يوجد على ديفات الشاتي كush朋友 يحسن الأن guerra تبحث على الرأس في astrolog奶 تحرنا أطاح Principle أطاحorman وربما الرأس فيaji فلا أطاحب مزرع هذا ي TECHN أطاحب المزرع أطاحب المزرع وضعنا المزرع سلها إذا فعل رأة أبراً كنجيق أوبراً جيوى تيوى يوى نووى وووى يلوى إذاً ننتقل مع الحاضير ميشيل يرى الماء فهوة اذا ميشيل يرى البحر لأول مراتين كما نقول هنا من أجل المرة الأولى لأول مراتين الماء البحر هنا إذا البحر قريب لما غير البحر هنا تبخي قريب جدا على الماء الأزرق كلمة أو كلمة مؤنية لأن النعت طبعا في المذكر نقول بلو بدون أ في المؤنية نضيف أ لأننا نصف مؤنية سيغل بلو إذن فوق الماء الأزرق دي باطو سبخمان هناك قوارب هناك سوفون كسبخمان التي تتجول إذن فوق البحر كينوحد البواخير أو كينوحد القوارب أنها تتجول المقصود أنها تمر وأنها تتجول تتجول فوق الماء سيغل بلو إذن فوق الماء الأزرق دي باطو سبخمان هناك قوارب تتجول نتكلم على الأغرب سبخماني فعل تجول ومينما ترى الكلمة لابخمانات لابخمانات نوزر سيلوسوار إنو المساء سيلو سواغ إنه المساء إلي تخطاغ بور سوباني إلي تخطاغ بور سوباني إنه جد متأخر إلي تخطاغ نقول إلي تخطاغ إنه متأخر نقصد أن الوقت متأخر هنا عندنا إلي تخطاغ إنه جد متأخر الوقت جد متأخر من أجل ماذا؟ بور سوباني من أجل السباح الوقت جد متأخر من أجل السباح بور سوباني إذا نتكلم على لغرب سوباني ومنمتن كلمة بنواغ بنواغ إذا نتكلم على الكلمة بنواغ ومنمتن كلمة بنعد سباح إلي تخطاغ بور سوباني إنه جد متأخر للسباح إلي تخطاغ ان ميشيل اي فاتيجي ميشيل انه متعب انه متعبان طبعا مع السفر هو وصل الى هاد المدينة متعبا ايه السوكوش حدو بونار اذا هو سينام طبعا هنا عندنا لفعر سوكوشي يعني كاملا نقول ان الانسان يجعل نفسه ينام مقصود انه ينام اذا هنا عندنا لفعر سوكوشي انه مصرف مصرف في المستقبل البسيط لماذا بسيط؟ لانه يتصرف غير فعر البعده الفعر البعد الذي يتصرف من الذي يتصرف الفعر البعده؟ طبعا انه نضيفه لتغمينيزون ديال دك الزامان جمكوشخي تتوكوشحا إيلسوكوشحا نونوكوشخون بوفوكوشخي إيلسوكوشخون اذا هنا عندنا إيلسوكوشخا نتكلم على المفرد طبعا في الجامعة نقول إيلسوكوشخون هم سينامون طبعا نتكلم على طبعا مقابل زمن الباسد طبعا هناك زمن مركب اللي هو و لفتير انترير لفتير انترير تكون عندنا لكسيليار طبعا ما تنتكلم على لكسيليار تنتكلم على لكسيليار اتر من اللي تكون الفعل تستلزم يتصرف مع اتر و تنتكلم على اللي افعال اخرى طبعا تكون تطلب تصرف مع افواخ إذن هذا الأكسليار سواء كان أتر أو أفوار هو الذي تتصرف في هذه الحالة في الفتر سيمبل ثم تجي بعد منه لفعل المراد تصرفه في المجمل من الذي تنصرفه هذا أفوار أو أتر في الفتر سيمبل ومن الذين تزيدون مرار لفتر سيمبل في المراد تصرفه في المجمل تحصله على تتكلم على تفعل المستقبل ولكن قبل زمن آخر في المستقبل إذن هذا الحادث الذي يوقع في المستقبل قبل فعل آخر أو حادث آخر في المستقبل هذا الذي قبل هو الذي تصرفه في أمام سيمبل اما الزمن الاخر طبعا اللي يجي من بعد ممكن اننا نصرفه في الفتور سامبل بحالي عدنا إلسو كوشا دو بونار إذا هو سيانان دو بونار كما نقول هنا في ساعة جيدة في ساعة جيدة مقصود باكرا أنا أستيقض باكرا إلسو كوشا دو بونار هو يستيقض باكرا طبعا كلمة بونار كما نلاحظونا أنها تتعني ساعة جيدة من حي الترجمة ولكن المقصود باكرا إذا إلسو كوشا دو بونار إذا هو سينام مبكرا إدو ما متن وفي الغادي صباحا إدو ما متن وفي الغادي صباحا إلي عسوغ لبلاج إذا هو سيذهب على الشاطئ كما نقول مقصود بأنه سيذهب إلى الشاطئ سيئة الممثلية في ساعة جزيلة مكرا إلي الفرحة سيسد الممثل وهي الجزء المستقضي سيовали العمثل الممثل في الساعة جزيلة سيذهب إلى الشيط الممثل hungry مساعة جزيلة ومشاة الان سيخوشا دو بونهر وهي ممتن صباحا إلا رائضة ومجاوره كما ذكرنا في غريمة مرة بأنه تتغير من أزمنا وذلك الشيء عليش رغم أنه تنتهي بأو أغير ما خليناه في المجموعة اللولة لماذا لا تتغير؟ بحال هنا كما تنشوفو في الفتور سيمبل جاب لنا أحرف أخرى أصلية لا علاقة لها بلوغرب علي عند تصريفه مثلا في البحزن ماذا نقول؟ نقول مثلا جوفي توفا إلفا ثم نقول نوزالون ثم نقول إلفا كما تنشوفو تتلون هذا غير فالصرف ديالوغ في البخزن أما في الفتور سيمبل فكما تنشوفو بأنه تتغير جدريا تجيب لنا راديكال مختلف تماما إذا نقول مثلا جيغي أنا سأذهب تو إغا أنت ستذهب أو أنت ستذهبين إل إغا كما عندنا هنا إل إغا إل Оو سيئدى بأي آل إل إ 주는 داب نازيرون أنت سيئدى بأي آل إرودون إل إ היא دابون إل إلى السيئدى بأي آل حتى يدنا نو سيئدى بأي آل حتى تتغف نتيج зам możli cow ميشل دور في ح tentang البحيرة ميشل دوره في حاتirk يوم تنفع في المفرصة وقت لك في المفرصة نحف يوم تنفع فيها المفرصة في المفرصة يوم التنفع في المفرصة في المر و يكارس في المرات يوم 8 اوه يوم 8 ساعة سباحا غالبا تستعمل هذا اله هذا اله لا ترجع على شخص تتكلم على هو ولكن هنا لا تتكلم على هو على شخص مثلا هنا تتكلم على واحد الضامر تسميه تتكلم على واحد الضامر غير شخصي ما تنعنيوش به شخص ولكن هي تتجيب كلام هكذا إذا إنا الساعة بحالة نقول هنا هو يكون الساعة التامنة بعد مرة نقول إيل فو بارتيغ إيل فو بارتيغ طبعا تنشوف هنا بأن تتصرف ما إيل هاد إيل أيضا ام بارسونيل سنبخونو ام بارسونيل إذا المقصود هنا بأنه يتوجب الدهب فو بارتيغ يتوجب الدهب شكون هو لي يتوجب هو يتوجب كما نقول إنه يتوجب الدهب إذا يتوجب نقول هو يتوجب نقول هو يتوجب هذا هو الصرف ولكن شكون هو هي تجيب الكلام هكذا هي فقط تقال هكذا إذا حتى هنا نفس الشيء نتتكلم على واحد إيل اللي هي أم بارسونيل اللي هي أم بخونان أم بارسونيل إذا نتكلم عن دامير غير شخصي أنه تجيب الكلام هكذا الويت دور دمتن إنها الساعة الثامنة كما نقول هنا؟ إنها ثماني ساعات ثماني ساعات إنها الساعة الثامنة دمتن للصباح المقصود من الصباح ميشيل دور دونس الشامب إذا ميشيل ينام دونس الشامب ينام في حجرتي ينام في غرفتي إذا ميشيل دور إذا ميشيل ينام طبعا هنا عدنا لوفاب دور ميغ لوفاب دور ميغ طبعا هدفي التي تنتهي المجموعة الثالثة إذا ميشيل دور إذا ميشيل ينام دونس الشامب في غرفتي دونس الشامب في غرفتي لفناتر اتوفرت إذا النافدة مفتوحة أو النافدة فتحت لفناتر اتوفرت طبعا هنا عدنا لوفاب اوضغير لوفاب اوضغير لوفاب اوضغير لفعل فتحة عادة لوفاب اوضغير لتي يعني فتحة أنه تتصرف مع أفواخ تتصرف مع أفواخ نتكلم عن فعل فتحة إذا هنا الفعل تتصرف مع أتر كمال نتكلم عن جملة مبنية للمجهول لفناتر اتوفرت لفناتر اتوفرت لفناتر اتوفرت إذا النافدة مفتوحة كما تنشوفوا بأن الوفاب اوضغير لفناتر اتوفرت لفناتر اتوفرت لأن هذا الفعل مصرف مع أتر وهذا أتر تجعل هذا يتناسق مع هذا هذا في المؤنت هذا لازم يكون في المؤنت هذا في المذكر هذا سيعبر على المذكر وهكذا إذا كان لدينا الجمعنا لأي فعل آخر يصرف مع أتر حسنا لدينا الجمع يعني نضيف آخر وهكذا لفناتر اتوفرت لوسولي بري داجر لوسولي بري لوسولي بري هنا لدينا لذلك يعني لدينا للمع إذا الشمس هنا تلمع من قبل من قبل و هي تتلمع انها تلمع من قبل لوسولي بري داجر اذا في هذا الوقت الذي كان ينام في ميشيل عند الساعة الثامنة اذا طبعا في هذا الوقت الشمس من قبل قبل هذا بوقتين كانت الماء طبعا هناك نتكلم على لغة بغية أنه مصرف في البخزون مصرف البخزون الشمس يلمع هناك كلمة كلمة مذكرة كما ترون هنا لغة بغية أنه لا لغة بغية أنه لا صلايا كما نقول الشمس يلمع ديجة دونه سيل بلغة يعني أنه كانت الماء من قبل في السماء الزرقاء طبعا كلمة لغة بغية انه مصرفها وقعد هنا هنا لغة بغية الهامسائل اليوم الآتيше madame هذا الان grandma ليس أتوك أبدأ pus ثم يذهب الأشخاص الموجود في ما ي obtiennent مجودوات ي ؟ هذه الهيوات فخي 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 منعيش او انه بارد انساء التعبير يأتي من البحر فخي 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 فخخي 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 فخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ وكارس لفزاج دولانفان ودرمي ثم أنه يلاطف كارسي أنك تتدوز أو تتلامس بيدك شيئا ما طفلا أو حيوانا من أجل ملاطفته وكارس لفزاج دولانفان يدن هنا هذه الرحة الهادئة المنعيشة هذا الناسيم اللاطف كارس أنه يلاطف لفزاج دولانفان واجه الطفل إذن هذه الرياح التي تأتمل البحر عبر النافذة إذن هي تلامس وجه الطفل وكأنها تداعبه إذن نتكلم هنا لفزاج كارسي كارس لفزاج دولانفان ودرمي ثم أنه تلاطف وجه الطفل أنه يم اندرمي 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 ولكن قلنا هنا إلى 8h دي متن اندرمي 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 في الأزمنة المركبة طبعاً ما الذي ستصرف في الأزمنة المركبة؟ ما يعني هذا؟ هذا يعني أنه ستصرف مع مالوكسيليار يأتر 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 وهذا الوكسيليار ستصرف في زمن معين من الأزمنة البسيطة ثم تنضيف له لبارتسيباسي وهذا يسبب عندنا زمن مركب وتنضيف له بعد دابة هنا لم نحن تصرف لا تصرف معه و لم يعني تصرف أحد للم نحن تصرف فالبريزن كيف تضيف له؟ قالب 관�بانم الخاص بفئل الوكسيليار إذا لماذا يستطيع فعله؟ كان لحقنا لحقنا بفئل الوكسيليار الخاص بفئل الوكسيليار طبعاً لفئل الوكسيليار في الاصل ديالو تتصرف مع اتخ هو هاكده عندما نتكلم عن فعل جاءة اذا نتكلم عن شخص يأتي نتكلم عن شيء يأتي نتكلم عن اشخاص يأتون او اشياء تأتي الى غير ذلك اذا في الازمينة المركبة بحلو باسي كومبوزي طبعا اذا اكيد ولن تسرف نأتخ بحلو با هنا متنكلم عن زمن المركب من التكلم عن زمن باسيط ولماذا هو باسيط؟ تتصرف فقط الفيئة البوحدو ما تحتاج لنا مساعد من لا تتصرف الفيئة البوحدو تقول لي انت خاصك تغير مع ترمينيزون الاحساب كل ضامير اللي غيريجي معك كل ضامير اللي غايجي معك بحل ده بحناتا نتكلم على إيل بدون أس نتكلم عن لوفون آنفون إذا نتكلم عن شيء ما في الغائب مفرد آنفون وحد الريح فخي أنه مونعيش كما نقول فيا أنه يأتي ممكن نقول مثلا إيل فيا هو يأتي دول عمار من البحر إذا هاد فيا فالبخيزون صار في البخيزون طبعا نقول مثلا جو فيا تي فيا إيل فيا ثم نو فينون وفو فيني وفو فيني إيل فيان إيل فيان كما تنشوفوا بأن الفعل تيتصرف و تياخد دي تارمي نيزون على حساب كل ضامير هنا تنتكلم على آنطان سامبل والآنطان سامبل كالين بزاف في اللغة الفرنسية منه مثلا له فتغ سامبل منه مثلا له باسي سامبل إلى غير ذلك إذا هنا عدنا لبخيزون اللي هو ضمن هادلي الطان سامبل أما لباسي كومبوزي فهو زمان مركب إذن أنا فيار وعند الساعة التاسعة جينة بيار سامبل إذن جينة بيار أنهم أتوا غيفي ميشيل طبعا عليش قلنا بأن لو فيار تيتصرف مآتر لأننا نتكلم كما قلنا عن أشياء تأتي أو شخص أو أشخاص يأتون ولكن إلا بغنا نتكلم على هاد الأشخاص بأنهم هم يأتون بأشياء أخرى تنتكلمه على وحد اللي فيها لغايتصرف مع أفواخ طبعا في هذه الحالة هنا ما غنتستعمل أشخاص طبعا وغنتكلمه على واحد الأشخاص أنهم يأتون مثلا بالهدايا طبعا هنا في هذه الحالة غنتكلمه على لفر أمني مثلا غنتكلمه في هذه الحالة مثلا على لفر أمني وبإله لفر أمني أو نتكلم عن لوفير بغب وغطي إلى غير ذلك سنتكلم على أفعال أخرى وهذه الأفعال الأخرى طبعاً ستتصرف مع أفواخ لا يوجد بالضرورة ستصرفه لوفير فونير لوفير فونير ديما تتصرف مع أطر هو تعني بأن الأشخاص يأتون أو الأشياء يأتون أو الشخص يأتي أو الشيء يأتي إلى غير ذلك تنتكلم على الشيء يأتي براسة ولكن من اللي تنبعون أن تتكلم على واحد الشخص أنه يأتي يحمل أشياء ويأتي بها إذن هنا الفاعل نتكلم على الأشخاص كفاعل مثلاً أنهم تقوموا بهذا الفعل الأشياء إذن هنا ماشي بالضرورة سنصرفه لوفير فونير مع أفواخ لا ممكن أن تأتي هناك أفعال أخرى تفيد هذا المعنى لأنه الأشخاص يحملون أشياء أو يأتون بأشياء إلى غير ذلك هي اللي ستصرف مع أفواخ إذن أنا فور وعند الساعة التاسعة جين بيار سن ذوني غير ميشيل جين وبيار أنهم آتوا أنهم جاءوا غير ميشيل لإيقاض ميشيل لإيقاض ميشيل باش يفايقوا ميشيل إذن طبعاً هنا عدنا لوفير غير غير طبعاً كما تنشوفوا هنا لوفير غير غير ميشيل لم يصرفش لماذا؟ بالمقارنة باللغة العربية سيفيد لنا المصدر جاءوا هم جاءوا لإيقاض إيقاض ولكن هناك تتكلم على لوفير غير غير تتكلم على فعل أيقادة ولكن بالمقارنة باللغة العربية بحالة تتكلم على لإيقاض إذن هنا عدنا لوفير غير 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 لم يصرفش لأنه أتى بعد فعلين آخر مباشرة هو جاء مباشرة تدفئ الآخر إذن هنا هم جاءوا بروسهم ولكن هنا شنو كين هم جاءوا جاءوا لي شي عاجل إلو أبغت إذن هم جاءوا له إلو هم له أبغت جاءوا إذن هم جاءوا له شنو جاءوا لي أجولي مع يود بان جاءوا الوحد شرط جاميل أجولي مع يود بان هم أتوا له بهذا اللباس الخاص بالسبعة إذن هم جاءوا له لباس جاميل من النوع الذي ذكرنا خاص بالسبعة بهغ بلونغ كما نقول هنا أخضر وأبيض طبعاً في المؤنة نقول في المؤنة نقول وفي المؤنة هنا نقول بلونج إذن هنا عندنا كلمة مذكرة إذن نتكلم عن إذن نتكلم عن كلمة مذكرة إذن سنصفها بأنها ثم كمانو نقول أخضر وأبيض إنه العم أو إنه الخال إنه العم أو الخال الذي اشتراه هناك في الحقيقة نقول مثلا إذن هناك نتكلم عن الخاص بفعل إذن لدينا فعل إذن لدينا أبواغ كما تنشوف تصرفنا هذا الفعل مع أبواغ أبواغ مصرف البخيزون نقول جي تيا إل أ إذن لدينا هذا أغ إذن لدينا هذا أغ إذن العم أنه أشتي أنه اشتراه إذن هذا الفعل تتصرف مع أبواغ لأن الشخص هو الذي سيشتري شيئا ما الحدي الأفعال بهذا الشكل هذا بحال الذي تكررناه قبل قليل بحال الذي لدينا هنا لدينا لدينا أشتي هذا فعل إشتراه ماشي إشتورية ماشي إشتورية لو كان الفعل أنه من البدية تعني إشتورية هذا الفعل في الأصل سيكون تتصرف مع أطر من الفائل التي شفنا قبل قليل فعل أتر إذن هو يأتي بنفسه هو يأتي براسه إذن طبعا هذه الفعل في الأصل دياله من البدية محسوب على أطر إذن هنا لدينا 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 فعل أشتي لدينا فعل إشترا وممكن أن شخصا يشتري شخص آخر كما كانت في القديم إذا نتكلم عن شخص يشتري شيء آخر إذا الفعل تتطبق من الفاعل على شيء آخر إذا نتكلم على واحد الفعل التي تتصرف في العادة مع أفواخ ولكن هذا ما تمنعش بأن هذا الفغب ممكن أنه يصرف مع أطخ ولكن هو في العصل دياله تتصرف مع أفواخ ولكن ممكن أن ندخل أطخ ولكن تنخرج على السياق دياله أنساء التعبير وهنا تتكلم على فعالات أخرى على المبني للمجهول كما نقول نقول مثلا إذا نتكلم عن قماش جاميل دوبا خاص بسبعة إطاشتي أنه الشتورية أنه الشتورية تم شراءه إذا ممكن أننا لعبوا بهذه الكلمات ونصرفوا الفعل مع أطخ فنخرجوا عن سياقين صح التعبير وهذه الفعل التي تتصرف أفواخ في العادة دياله ممكن أن نصرفوا مع أطخ ولكن غير يعطينا واحد المعنى آخر للجملة اللي هي غتكون مبنية في المبني للمجهول بعدما كانت على فعالة أكتف بعدما كانت في المبني للمعلوم إنساء التعبير سلا كل كلاعشتي إنه العم كلاعشتي الذي اشتراه بور ميشال من أجل ميشال دون ذا مجازة مجازة تنقول حنا مجازة جابا من واحد المجازة كمان نتكلم عن حانوت كبير خاص بالألبيسة إذا سألون كالكالكالشتي بميشيل دون زماجازان متومايو إذا جوي سور البلاج متومايو هنا لدينا ضع قماشك ضع هذا اللباس متومايو متومايو ضع لباسك للسباحة إذا جوي سور البلاج ثم تعالي تلعب سور البلاج فوقه الشاطئ معنا معنا إذا قالوا لي اللباس شورت ديالك ثم جيت لعب معنا على الشاطئ أنا جيني بيار سنوني رفيقي ميشيل إلوي عبورت أجولي مايو دوبين في ريبلون سلون كالكالشتي بميشيل دون زماجازان متومايو إذا نستقنف مع هذه الفقرات في الحلقة القادمة حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله شكرا شكرا